بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بادي أديبد أحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامجكم اليومي بكل هدوء اتبعت قريش أساليبا متنوعة لصد النبي صلى الله عليه وسلم عن رسالته وتبليغ دعوته لم يتركوا أسلوبا إلا وركبوه اتبعوا أسلوب الهمز واللمز والسخرية والاستهزاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم عليه الصلاة والسلام بأمي ابن خلف فهمزه ولمزه فأنزل الله تعالى ويل لكل همزة لمزه وهذه أم جميل زوجة عمه أبي لهب كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتسخر منه وتستهزئ به وكانت تسميه بدل محمد تسميه مذمما وكانت ترتجز تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لكلامها ويقول لأبي بكر ألا ترى كيف يصرف الله عني شتمهم يشتمون مذمما وأنا محمد قريش كانت تجرئ حتى السفهاء والصبيان والغوغاء والدهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستهزاء به والسخرية منه كان إذا مشى في الطرقات يتعرضه الصبيان والسفهاء يا كاذب يا ساحر يا كاهن يا مفتري وكانوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بأقدع الألفاظ المسفة وأسوأ العبارات المسيئة والنبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم بقوله تعالى وأعرض عن المشركين دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم البيت فبدأ بالطواف وقريش كانت مجتمعة في الحجر فاستلم الركن ثم بدأ بالطواف لما مر النبي صلى الله عليه وسلم عند قريش لمزوه فأثر فيه ذلك وتغير وجهه انتهى من الشوط الأول واستلم الركن وبدأ بالشوط الثاني فلما مر بهم غمزوه أيضا فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من المرة الأولى ثم طاف الشوط الثالث فمر بهم فغمزوه ولمزوه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا تسمعون يا معشر قريش ألا تسمعون يا معشر قريش ألا تسمعون يا معشر قريش لقد جئتكم الله بالدبح هذه المقالة أخذت القوم وأثرت فيهم حتى كأن على رؤوسهم الطير النبي صلى الله عليه وسلم مضى في دعوته ولم تؤثر فيه هذه الأساليب من السخرية والاستهزاء قريش اتبعت أسلوبا آخر لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب إيذاء أصحابه عليه الصلاة والسلام الذين لا توجد قبيلة تمنعهم ولا عشيرة تحميهم وتحوطهم من أذاهم أرادوا بذلك أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يصدوا هؤلاء عن الإسلام وأن يردعوا غيرهم من فكرة الدخول في هذا الدين فآذوا المستضعفين من المسلمين أخذوا يجرونهم في رمضاء مكة وضعوا صخرة عظيمة على صدر أحدهم حتى إذا رفعت منه لا يستطيع أن ينهض وأن يقوم من شدة التعب آذوا آل ياسر عذبوا ياسر وزوجته سمية وابنه ياسر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم يقول صبرا آل ياسر موعدكم الجنة حتى جاء عدو الله أبو جهل فضرب بموضع عفتها حربته حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها تألم النبي صلى الله عليه وسلم أشد الألم من هذا الأذى الذي مس أصحابه والذين استجابوا لدعوته حتى أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤدوه لمكان عمه أبي طالب ولم يؤدو أبا بكر لمكان قومه وعشرته لما هاجر المسلمون إلى الحبشة جن جنون قريش وبدأوا بفكرة جديدة لمضايقة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بالعقوبة الجماعية لعشيرته وقومه فقاطعوا بني هاشم عن بكرة أبيهم اجتمعت قريش والتعاقدوا وتواثقوا واتفقوا على أن يقاطعوا بني هاشم لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يخالطوهم ولا يجالسوهم فانحاز بني هاشم في شعب مسلمهم وكافرهم وبقوا في هذا الشعب ثلاث سنين ثلاث سنوات وهم في الحصار من أجل محمد صلى الله عليه وسلم حتى مسهم الضر حتى أخذ أطفالهم يتضاوون من شدة الجوع حتى إنهم أكلوا ورق الشجر من شدة الجوع وبعد ثلاث سنين رفع الحصار عن بني هاشم لكن بعد رفع الحصار فجع النبي صلى الله عليه وسلم بموت عمه أبي طالب الذي كان يحوطه ويقضب له وينصره ويحميه من أدى قومه وماتت أيضا زوجته خديجة التي كانت تهيئ له الأمان المنزلي والهدوء والسكينة والطمأنينة الداخلية لما مات أبو طالب تسلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش أخذوا يؤذونه ليس الأذى اللفظي والكلام القولي وإنما الأذى البدني والعدوان الجسدي قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في قريش وقال يا معشر قريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالعدوان منهم من تفل في وجهه ومنهم من سبه ومنهم من أخذ التراب وحثاه على رأسه فجاءت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت تمسح الأذى عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفذ التراب عن رأسه وهي تبكي ورسول الله ينظر إليها يواسيها ويسليها ويقول يا بني لا تبكي فإن الله مانع أباكي كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يصلي أمام الكعبة فجاءه عقبة ابن أبي معيط من ورائه ثم خنقه في ردائه خنقا شديدا كادت أن تنقطع أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه من شدة هذه القبطة الشديدة جثى رسول الله على ركبتيه حتى تصارخ الناس إنه مقتول إنه مقتول فأقبل أبو بكر مسرعا فخلص النبي صلى الله عليه وسلم منه ثم قال لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم انصرفوا عنه وتركوه ولم يتوقفوا عن أذى رسول الله كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يصلي أمام الكعبة ساجدا فقال أبو جهل أيكم يذهب إلى سلى جزور بني فلان فيأتي به فيضعه على ظهر هذا المرائي إذا عفر وجهه عندنا فذهب أشق القوم عقبة ابن أبي معيط فأتى بالسلى ثم وضع الرفث والدم والسلى على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ثم بعد ذلك أخذوا يتضاحكون ويتمايلون حتى ذهب الذاهب إلى فاطمة فأخبرها فجاءت وأماطت الأذى عن رأس رسول الله وظهره فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فدع الله عليهم جاء أبو جهل ليطأ على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويعفر وجهه وهو ساجد لما تقدم أخذ يتراجع فجأة أبو جهل ويضع يديه أمام وجهه قالوا له ما لك يا أبا الحكم قال إني رأيت بيني وبينه لخندقا وهولا وأجنحة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تقدم خطوة واحدة لاختطفته الملائكة بأجنحتها عضوا عضوا تتوالى البلاءات والمحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صابر وثابت ومحتسب غدا بإذن الله نكمل هذا الحديث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وتقبل الله طاعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته